سلام عليكم يعطيكم العافية طلابي كيف حالكم ان شاء الله جميع بخير وصحة جيدة اليوم ان شاء الله طلابي راح نتحدث عن موضوع الكتابة طبعا موضوع الكتابة عندنا هون هو مراجعة لأشياء أخدتوها في الصفوف السابقة طبعا الأول إشي بنراجع تنوين الفتح والتاء المربوطة والتاء المبسوطة وأيضا الهاء المربوطة والهاء العادية عفوا التاء المربوطة والهاء ميز بين التاء المربوطة والهاء اللي أصلا في كتير ناس ما ميزوا بينهم هدولا نهائي وكلمة إنشاءه وإن شاء الله تمام؟ خلنا نبدأ بحكينا السؤال الأول املأ الفراغ بما يناسب مما بين القوسين فيما يأتي عندك أول إشي هاء مربوطة منفصلة وهاء مربوطة متصلة وتاء مربوطة متصلة وتاء مربوطة متصلة وتاء المبسوطة تمام؟ عندنا نص وهذا النص بدنا فيه فراغات بدنا بناءا على اللي ما أعطينا إياهم هون نكمل الفراغات تمام؟ بما يتناسب مش تروح تحط مكان التاء هاء والعاكس بعرفكم إيه لكم على هالشغلة؟ عثر وائل على قلاد فراغ طيب هلأ بدي أنا أول شي أفهم متى أستخدم تاء مبسوطة؟ بتاستخدم هاء تاء مربوطة هاء أول شغلة التاء المربوطة والتاء المبسوطة باللفظ زي بعض لكن الكتاب مختلفة لكن فيه شغلة بتميزهم عن بعض باللفظ أيضا موجودة باللفظ التاء المربوطة طلابي اللي هي هاي تمام؟ التاء المربوطة سواء منفصلة أو متصلة وين ما لفضتها؟ أي كلمة؟ في أي اسم بدون حركة بدون إضافة لفضها هاء هي تاء لكن تلفضها يعني الوقف عليها هاء يعني على سبيل المثال اسمي أصالة شو لفضت آخر إشي؟ هاء أصالة تمام؟ لكن أنا اسمي كيف بكتبه؟ أصالة طب ميس انتي لفضت هاء ليش حطتي نقطتين؟ لأنه تاء مربوطة مش هاء مربوطة طب كيف عرفتي؟ احكي أصالته احكي أصالتي شو تطلع معك؟ تاء مربوطة مش تاء مش هاء إذن الطريقة اللي أنا بميز فيها الهاء المربوطة عن التاء المربوطة أنه أضيف لها إش ضيف لها حركة ضيف لها ضمير أصالته أصالتي تمام؟ شو تطلع معك؟ تاء فإذن دك تكتبها تاء طيب حاطنا قلاد تمام؟ وحاطنا فراغ هلأ كلمة قلاد من هو؟ المقصود بها القلاد اللي هو ما يلبس في العنق في الرقبة تمام؟ قلادة أنا ايش حكيتها؟ قلادة لفضتها هاء طيب حط لها ضمة حط لها كسرة كونها على حط لها كسرة لأنها اسم مجرور حرف الجر على قلادتي شو طلعت؟ تاء طلعت تاء مربوطة مش هاء مع أنك أنت لفضت هاء آخر إشي حكيت هاء بدون إضافة بدون حركة قلادة طيب أنا هل من المحقول أكتبها بالهاء بدون نقاط؟ اللي مميز الهاء المربوطة حنت تاء المربوطة أنه هديك عليها نقصتين وهديك ما عليها إش تمام؟ ما بيصير لو أحكي قلادة نفس نبدأ كلمة أصالة الوقف إه لفضها هاء لكن أنا لما أضيفها أضيف لها مثلا ضمير متصل أو أضيف لها ضمة فتحة كسرة بيطلع معك الحرف المزبوط تمام؟ انت هون بتفرق بين الهاء وبين التاء مثلا كلمة مدرسة على إيش وقفت انت؟ إه؟ حكيت؟ إه؟ طب إحكي مدرستي شو طلعت معك؟ إت؟ مدرسة المدرسة مدرسة مثلا مدرسة تطلعت معك فإنت هاي أسهل طريق ممكن أنك تتبعها أنك تضيف حركة أو تضيف ضمير حركة أو ضمير من الضمائر فإذن عثى روائل على قلادة تن لما أنا أحكي قلادة انضفت لها تنوين تنوين كسر فإيش طلعت معي؟ تن طب لما أحكي بس قلادة هاء غلط تكتبها هاء أنت تلفظها بحالة الوقف أنك وقفت عليها سكون بس لكن لما تضيف لها إشي وهي الأصل أصلها الصحيح أنه هي تأمشها طيب عثى روائل على قلادة في الحديقة أو في الحديقة يجي أحكي حديقة حديقة تمام؟ كلمات حديقة زيها زي أي كلمة؟ أنا شو وقفت عليها لما أحكي حديقة؟ اه؟ طيب حط لها ضمة حديقة أو الحديقة حديقة 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 فإيش طلعت معك؟ تا فإذن في الحديقة تا كون في حرف جر الحديقة هيكون اسم مجروب الكسرة تمام؟ المجاورة المجاورة طيب لما أحكي كلمة مجاورة لحالها أو المجاورة لأنه معرفة المجاورة أنت شو وقفت على هاء؟ بس خطأ تكتبها هيك نازم تا لأنه لما أنت تحكي المجاورة أو المجاورة أو المجاورة أي إشي ضيف لها ضمير أو فتحة ضمة كسرة بطلع معك بطلع صوتها الصحيح فإذن المجاورة تمام؟ المجاورة للبيت أيوة أنا هون كمان وصلت لشغلة مسبخة أربط فيها شو هي؟ إني أكتب تاء مبسوطة اللي هي الصحن جواها نقطتين أو تاء مربوطة تعرفوا التاء المربوطة شو بتشبه؟ تشبه للزرافة هاي ظهر الزرافة هاي رقبتها هاي رأسها وهدول دنيها أو قرون الزرافة تمام؟ هاي أما التاء المبسوطة شو بتشبه؟ الصحن وجوات ونقطتين أو تفاحتين طيب مس أنا كيف بدي أكتب التاء المبسوطة وكيف بدي أكتب التاء المربوطة؟ طيب هون متنين لنفس اللفظ حكيت لك في البداية التاء المربوطة بتوقف عليها صوتها ها أصالة الحديقة المروحة المدرسة المجاورة كرة لكن بإمكانك تحكي بيح بيت بإمكانك تحكي آه قالت بالإمكانك تحكي عند بإمكانك أكلت درست صوتها بالوقف وغلق السكون التاء التاء المبسوطة هاي الطريقة اللي بتخليك تتميز بين التاء المربوطة والتاء المبسوطة التاء المربوطة طلابي هاي اللي هي زي الزرافة اللي لها رقبة طويلة هاي بالوقف صوتها ها لكن التاء المبسوطة اللي زي الصحن ماشي صوتها بالوقف تاء بالوقف يعني ايش يعني بالوقف يعني لما توقف عليها ما تحكيش ايش بعدها خلص مثلا قالت أكلت نامت درست فيش بعد هايشي وقفت عليها لفظ بيت لفظها تاء صوتها تاء ظاهرة أما المربوطة لا صوتها بالوقف ها لكن كتابتها تاء لما كدك تميز كتابتها حكينا بالحركة أو بالضمير تمام طلابي بتميز بين التاء وبين المربوطة وبين المبسوطة ماشي طيب إذن عندنا هون كلمة للبيت للبيت أكيد تاء مبسوطة فقالت وقفت سكنت وحكيت إيش إت إياها ضيب اللي مع السكون تطلع صوتها إت أكيد المبسوطة قالت لا فراغ لا فراغ هو طيب بس إنتي هون إجيز جبت إيش تاني إيش هو الهاء المربوطة اللي أصلا هي هاء الهاء المربوطة سواء سكنتها أو حركتها صوتها هاء يعني حط إنه هون لام فراغ لو حكيت له له نفس الإش هاء له ساكنة وقفت عليها له إيش ضعليها ضمه نفس الصوت بالضمه وبالسكون إذن هاي هاء مربوطة تمام؟ قالت لهو وأكيد مس أنتو يعني تعرفوا متى بنستخدم المربوطة المتصلة ومنتصلة أكيد المتصلة دائما اللي هي مع أي حرف متصلة أما المنفصلة مع الحروف اللي ما تتتصل زي ما منعلمها للصغار اللي ما بتمد إيدها تمام؟ الحروف اللي الآ الراء الواو الدال الثال الزاي تمام؟ أكيد هاي تعرفوها يعني وقالت له إيش أمه لو حكينا أمه أو أمه بدون ضمه أو أمه صوتها بالسكون وبالوقف وبالحركة صوتها إذن هي هاء مربوطة مش تاء مربوطة فقالت له أمه إنها لجارتنا اذهب إليها وقل لها لقد وجدت وجدت وقفت لفظ التاء أياها المبسوطة هي التاء المبسوطة هي اللي صوتها ببين على سكون تمام؟ وجدت وجدتوا هادي هي هادي أو هاذه لما أحكي هاذه أو هاذه أنا إيش بحكي هاء هاء إذن إياها أخيذ الهاء المربوطة المنفصلة هنا لأنه الإذ حرفهم يعني ما بمت إيده حرف رافص تمام؟ وهي لكي ذهب وائل فردت فردت أنا لفظت تاء ساكنة إياها أكيد المبسوطة فردت أصلا هي هون تاء الثاني في الساكنة التي لا محلها من الإعراب فردت جارتهم أشكرك يا وائل تاء إني كن فراغ كن كنت 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 كنتي نفس الشي بحكي صوت التاء فإياها أكيد المبسوطة فإني كنت لأنها ليش حضرتها لها ضم لأنه هي هون التاء ضمير متصل متحرك لها التاء المتكلم كنت أبحث عنها أعرفنا طلاب كيف يميز بين الهاء المربوطة والتاء المربوطة وبين الهاء والتاء المبسوطة على اللفظ وعلى الحركة على الحركة وعلى أنا وين بوقف لما أضيف لها حركة أنا أضيف لها سكون شو الصوت اللي بألفظ وآخر شيء تمام؟ إتبعت هاي الطريقة اللي حكيت لك عنها راح تبطل تلاقي أي صعوبة فإنك تميز بين التاء المربوطة أو الهاء المربوطة أو التاء المبسوطة أو التاء المربوطة تمام؟ إن شاء الله أني يكون تمام الآن بحكي لنا السؤال الثاني أعد كتابة الكلمات التي تحتها خط في الجملة الآتية منونة بتنوين الفتح تمام؟ طيب حفر الفلاح البئرة اللي تتجمع مياه الأمطار فيها أحضرنا خط تحت كلمة البئرة بلنا نحط لها تنوين فتح أنتوا أكيد تعرفوا تنوين الفتح ليهو عبارة عن فتحتين فوق بعض تمام؟ ليهو بيكونوا فوق الكلمة أحياناً مستخدم لها ألف أحياناً لا طيب حفر الفلاح والبئرة طيب أول إشي مستطلع كلمة البئرة البئرة كلمة معرفة لها قال التعريف يعني معرفة معروفة معرفة بل طيب هل يا هل ترى أنت لو فكرت فيها المعارف تقبل التنوين؟ المعرفة ما بتقبل التنوين اللي بتنون بس النكرة فأول شغلة عشان أنت تستطيع أو تقدر أنك تكتب التنوين على الكلمة لازم تحولها لنكرة أو مش تحولها تخليها نكرة تمام؟ فحفر الفلاح بئرة لتتجمع مياه الأمطار فيها تمام؟ نحط برأسنا المعارف لا تقبل التنوين اللي بتقبل التنوين هي النكرات والنكرات كيف منميزها أنه ما فيها قال التعريف؟ تمام؟ ما فيها قال التعريف فهتكون بئرن هيك بئرن تمام؟ وبالنسبة يا ميس لكتابة التنوين في ناس بكتبوه على الألف وفي ناس لا بكتبوه على الحرف اللي قبل الألف وكلاهما صحيح تمام؟ لأنه هدول يعني نحنا لما أخدناهم في الجامعة إنه مدرستين نحويات إنه في مدرسة بتكتبها على الحرف اللي قبل الألف وفي مدرسة بتكتبها على الألف فكلاهما صحيح تمام؟ فبدك تكتبوه على الحرف نفسه بس اعتمد إشي واحد يعني أنت بدك تكتبوه على الحرف نفسه بدك تضل كل إشي تكتبوه يعني على الحرف يعني مثلاً عم تكتب فقرة طلب منك الأستاذ أو المعلمة إنك تكتب فقرة واستخدمت فيها التنوين بدك تكتب التنوين على الألف بكل الفقرة تمام؟ مش أول سطر تنوين فتح على الألف وفي السطر اللي تحته يكون على الحرف اللي قبل لا خلص اعتمد شغلة واحدة إما على القبل أو بعد كلاهما صحيح بس إنه يكون كله متناسق واحد في الإشي بدك تستخدم أنت يكون كله واحد ثانين دونت معلمة التربية الرياضية الأسماء المشاركة في سباق الضاحية طيب حطلنا خط تحت كلمات الأسماء والمشاركة طب طلع الكلمات ما عارف شو أول شغلة لازم أعملها فيها؟ أيوة أخليها تصير نكرة كيف أخليها تصير نكرة؟ دونت معلمة التربية الرياضية أسماء إيش؟ أسماء مشاركة في سباق الضاحية فبتصير هيك أسماء أسماء عفوا مشاركة لأنه تنوين فتح أنا كنت أحكي أسماء كسر لا، فهو طالب أنه نحن نحط تنوين فتح ليس تنوين كسر أسماء مشاركة أسماء مشاركة أسماء مشاركة والعصير معرفة شو بساوي فيهم أول شغلة؟ بخليهم يصيرون كرات اشترى ضياء فطيرة وعصيرا يعني أنا عن نفسي تمام؟ بكتبها على الحرف اللي قبل تمام؟ أنا انت هر شو بدك تكتب كلاهما صحيح رسمت الفنانة البستانة المليئة بالأشجار عطينا خط تحت كلمة البستانة والمليئة طيب، أول شي يجب أن أعمل فيهم؟ خليهم يصيرون كرات ليش طيب مسنا كرات؟ لأنه المعارف ما بتقبل التنوين ما بصير تحكي أنت أصلاً على مستوى النطق تحكي رسمت الفنانة البستاناً المليئاً ما بتزبط أصلاً، ما بتركب معك فعشان هيك أول شغل لازم تمالها أنك تخليه صير نكرة فلنحكي رسمت الفنانة بستاناً والكلمة الثانية مليئاً عن أخيكاً حطينا خط تحت كلمة العبئة نفس الإشي بدك تخليها تصير نكرة خفف إيش؟ عبئاً عن أخيكا فبتصير شو؟ عبئاً عبئاً هاي كلها تنوين فتحة طيب مس الآن ننتقل إلى الموضوع رقم ثلاثة أو السؤال رقم ثالث رقم ثلاثة عبون السؤال الثالث استخدم كل مما يأتي في جملة مفيدة من تعبيرك واكتبها في دفترك إنشاء وإن شاء الله قبل ما نكتب بدنا نعرف متى نستخدم إنشاء ومتى نستخدم إن شاء الله شغلتين إنشاء لما تكون عندك فعل بمعنى البناء تستخدم هاي مثلاً قام المهندس بإنشاء بإنشاء العمارة مثلاً قام المهندس بإنشاء العمارة ما يعني إنشاء هون؟ ببناء كلمة إنشاء هنا أو الفعل إنشاء هنا جاء بمعنى البناء يعني قام ببناء العمارة تمام؟ طيب نستخدم إن شاء الله فعرفنا مثلاً نستخدم أول شيء إنشاء نستخدمه لما يكون بمعنى البناء إيش يعني البناء؟ يعني البناء تعرفوه سمنت و رمل وهذا تمام؟ بمعنى البناء إنه بعمل بناية طيب متى أنا بدي أستخدم إن شاء الله؟ لما يكون دائماً بمعنى إن أراد الله إن شاء الله هون بمعنى إذا أراد الله يعني سأنجح في الامتحان إن شاء الله هون إجت إن شاء الله بمعنى إيش؟ أصلاً فعل شاء بمعنى أراده دائماً نحن ما نقول إن شاء الله إن شاء الله يعني إذا أراد الله تمام؟ فدائماً لما بدك تكتب إن شاء الله وتكون المقصود فيها أو المعنى إنه إذا أراد الله بدك تكتبها بعيد طريقة بدها تكون الإن منفصلة عن شاء لكن لما تكون بمعنى البناء بتكون متصلة كثير بشوف ناس بكتبوا إن شاء الله هيك إن شاء بعدين الله مساء غلط لما تكون بدك تكتبها إن شاء الله بدها تكون هيك منفصلة لأنها بمعنى إن أراد الله لكن لما بدك تكتبها بمعنى البناء بتكون متصلة تمام؟ غلط تكتب إن شاء الله هيك يعني كثير أنا بواجه ناس بكونوا عم يبعتولي مثلاً واتساب ميسنجر بكونوا هيك كتبين إن شاء الله لا هاي خطة إن شاء الله هيك لأنها بمعنى إن أراد الله لكن بدي أكتبها بمعنى البناء والإنشاء والقيام بمنشأة معينة هاي متصلة بتكون مفهوم؟ إن شاء الله أنه يكون مفهوم طبعاً بكون هيك وصلنا لنهاية الحصة إن شاء الله اليوم استنوا لي في حصة جاية وإن شاء الله هتكون أكتر متعة وحماس وإن شاء الله طلابي بتمنى إنكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وامبسطتوا وإن شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة